عشان محصول الأمح من المحاصيل الاستراتيجية المهمة الدولة بالمناسبة بتزرعه بنظام الزراعات التعاقدية يعني ايه بتروح للمزارع قبل ما يتدي ان هو يزرع الأرض بتاعته ويتفق مع بعض على الأمح انت هتاخد كذا هناخد منك الأردب بكذا وهتعمل واحد اتنين ثلاثة وهنتابعك باستمرار دي ميزة بالنسبة للمزارع بيكون متطمن بيكون عارف ان محصوله بالفعل هيتباع والدولة في نفس الوقت بتهتم وبتابعوا بقى كل شوية عشان تعرف نظم الرأي عاملة ازاي استخدم لان هي في النهاية لا تاخد المحصول ده صحيح يا شهزي جوان احنا مبارح تابعنا طرق حصاد الأمح شايفين معدات متقدمة شايفين تكنولوجيا متقدمة شايفين انه فيه دراسة حصلة مش مجرد الارث او الطريقة اللي احنا كنا متعودين احنا نحصد بيها الأمح لانه فعلا فيه استراتيجية فيه توجه للحفاظ على كل نقطة مية للحفاظ على كل حبة غلة لاستغلال كل شبر موجود ان كانت مش بس الأراضي الزراعية ولكن ايضا الأراضي الصحراوية وزي ما كنا دايما حفظين زمان كده الخروج من الوادي الضيق إلى الوادي الواسع واستغلال الأراضي وسط زراع الأراضي الصحراوية ده اللي احنا شايفينه بيحصل دلوقتي الحقيقة مشروع تشكة مش فقط متعلق بزراعة القمح لا ابدا فيه زراعات كتير جدا جدا حسب نوع التربة وحسب ما تحتمل التربة وحسب كمان هذه التربة تقدر تنتج ايه من المحاصيل بجودة عالية جدا كمان كان فيه ميزة مهمة جدا هي الاهتمام بكل التفاصيل الخاصة بالتربة البحث العلمي كمان ده من خلال استعانة بخبرات ومتخصصين عشان نتأكد ان التربة صالحة للزراعة مش فقط صالحة للزراعة لكن المحاصيل اللي ممكن نزراها الحقيقة كمان انه كان من بين المحاصيل دي هي التمور عشان كده تشكة بقى فيها اكبر مزرعة تمور في العالم يعني خليقول لحضراتكم ان احنا دلوقتي موجود مليون تلتمية وخمسين الف نخلة وخلال شهور قليلة او على اخر السنة مفوض ان هي توصل لتنين مليون تلتمية الف نخلة ودي اكبر مزرعة تمور في العالم تمور بجودة عالية جدا تمور كمان تمور قيمة وانواع من اللي بتكون مطلوبة للأسواق الخارجية خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع على طول في اي ارض بيتم استصلاحها لازم بيتعمل لها دراسات اسمها خريطة ملأمة التربة للزراعة عشان جدا في تشكة تم الاستعانة بخبرات علمية ومتخصصة في دراسات التربة وحصر الاراضي عشان نتأكد انها صالحة للزراعة واتحقق انتاجية عالية من المحاصيل ونتاج ده بنشوفه دلوقتي في تحويل الصحرة الى زراعات خضراء الحقيقة المشروع هنا مشروع يعني يعتبر من اهم المشاريع التنموية في مصر احنا هنا بناخد طاقة ايجابية يعني ريت الناس يعني كل الناس تيجي نشوف مشروع زي كده يعني قدينش في الطاقة الايجابية اللي الناس ستاخدها وقديت شوف احنا شغالين قدية وحنا وصلنا قدية مشروع شغال مشروع منتج انتاج عالي وكل ما بنيجي ننفذ منطقة جديدة اما بنشوف التنفيذ في المنطقة ده ده بيدينا دافع شديد جدا ان احنا نكمل ونحنا يعني نتفانى في الشغل بتاعنا وعشان تشكى فيها اكبر مزرعة تمور في العالم بنتكلم عن مليون وثلتمية وخمسين الف نخلة وفي نهاية السنة هيكون 2 مليون وثلتمية الف نخلة كان لازم انها تعتمد على اهم تكنولوجيا تتعلق بالتحول الرقمي يعني كل نخلة موجودة في مزرعة النخيل بيكون يها كود ومعلومات وبيانات فيها كل الارقام الخاصة بمستوى الانتاجية وجودة التمر واللي بيعتبر من افضل التمور اللي مطلوبة عالمياً في الاسواق التصديرية هي مصر الاولى عالمياً في انتاج كمية التمور المنتجة الحمد لله رب العالمين يعني كان امل لنا ان احنا ندخل بعض الاصناف صنفة او اثنين ولكن الحمد لله رب العالمين القيادة السياسية يعني ابهرتنا باتخاذها للقرار ودخلت لنا اصناف ممتازة وبكميات وفيرة ننافس بيها الدول المنتجة والاسبق مننا في الانتاجية عالمية عالمياً احنا الاول في الانتاج لكن للأسف مش في التصدير عشان كده فيه اهتمام كبير في المشروعات الكبيرة زي تشكة وغيرها بزراعة نخيل منتج لطمور مطلوبة للتصدير زي المجدول والبرحي وغيرها مش بس كده فيه اهتمام كمان بالاستفادة من كل نقطة مية ومن عناصر التربة فهتلاقي محيط كل نخلة اللي هو مساحته اثنين متر مربع مزروع زراعة تحميلية تيجي تحسابها اثنين متر مربع في اثنين مليون وثمتمية الف نخلة يعني اجمالاً هتلاقي عندنا ما يزيد عن الف فدان مزروع اشتركوا في القناة